دلوقتي لما بيجي لك دور انت دلوقتي في مرحلة ندوج والزمن تغير والحياة تغيرت والأدوار تغيرت بتحكم عليه ازاي؟ يعني منظورك بتبصله ازاي؟ ده أنا منظوري كبير قوي بقى يعني ايه دور؟ اه انا هعمل ده او ما عملت ده؟ انا كمخرج وانا بشوف الوراء بشوفي ازا كان يبقى له أبعد ممكن تفيد المجتمع الشخصيات متركبة كويس فيها يعني تطور فيها ابعاد نفسية فيها مشاكل اجتماعية الحاجات دي كلها انا بقى راها من خلال الزاوية دي يعني طيب لو شفت مثلا العمل جالك بس ما حسيتش ان دورك حيبقى مفيد لليك او للمجتمع ده ساعتها انت مش هتعمل انا عشان كده مقلف اعمالي بقى اش يعني انا بنقي احسن وحش احسن اللي بيجي لك طيب انا عايزة اسألك على حاجة اولا لانه بنقول ان الدنيا اتغيرت والمخرجين الجداد ليهم نظرتهم يعني هم ليهم برضو نظرة مختلفة بيبصوا للمجتمع بطريقة مختلفة وعايزين ينقلوا اللي حاصل بنظرته فهم بتتعامل معهم ازاي شايفهم ازاي كل جيل له الطبع بتاعه وله المؤثرات اللي قصرت فيه والثقافة اللي قصرت فيه والاحوال السياسية والاقتصادية فيه بعض المخرجين بيهتموا بالتكنيشن وبالكدر اكتر مما بيهتم وينسى الممثل وينسى الممثل ويقولك التمثيل يعني مسؤولية الممثل اه انت مع نفسك اه مع نفسك ترجمة نانسي قنقر